لماذا؟ لأن أجدادنا دكدكوهم في خيبر وهم لا ينسون أننا أبطلنا سحرهم ودكدكنا ملكهم وازلناهم عن المشهد العربي إذ لا وطن لهم هم يعاشرون الشيطان ويعيشون في جزر الجن والمكر والدسائس كما يفعلون ضد سورية اليوباء دكتور أنا سألتك من شوي عن الإعلام لكن عن البعض الخنزيرة جزيرة وعذراً لهذا السؤال هناك العديد من الإعلاميين هجروا الجزيرة برأيك أنت معذراً أيضاً أنت كنت حضرتك في قناة الجزيرة سؤالنا هل مرست ضغوطات على هؤلاء الإعلاميين أم فعلاً تركوها لحظة وجدوا أن هناك قناعة ولديهم وثائق يعني غير حقيقية وتظهر الحق باطلة مبدئياً دعنا أقول لك في الجزيرة دولة تانية وخطان الخط الأول وقوامه حمد بن ثامر الثاني وحمد بن جاسم الثاني فالدوان الأميري حمد بن خليفة الثاني ووكالة الاستخبارات الأمريكية المنخرط في هذه اللعبة هم قلة الذين يعرفون أن هناك أدوار بقية الصف الثاني هم من طلاب اللقمة ليس إلا من الصحفيين العرب الذين يبحثون عن امتيازات وعن تغيير أوضاعهم ربما هناك ضغوطات للعمل في قناة الجزيرة بطبيعة الحال يخطأ من يتصور أن الجزيرة بدون أجندات أنا أتحدث عن نفسي كنت قبل أن ندخل إلى الهواء بالشكل مباشر يأتيني أحدهم ولا أريد أن أذكر اسمه يبدأ بميم يقول لي نريدك أن تقصف المملكة العربية السعودية فأنا حتى أغالطهم وكنت مناورا أعترف أنني كنت مناورا لأنني كنت أعرف اللعبة من البداية فكنت أستغل الهواء لأمرر ما لدي يعني حتى في يوم من الأيام قلت أن أمير قطر ينام في النهار وزوجته تحكم لأنه مدمن فيجرة فيمارس الكفاح على امتداد الليل وفي النهار يعني يستريح قليلا تمهيدا للمعركة المقبلة فكانوا يقولون لي يجب أن تتحدث عن السعودية وتذكر السعودية وتشيري لأنها عميلة أمريكية وتشتري بمليارات الدولارات تسلح لأنه آنذاك كان المأمور والمطلوب أن تقصف الجزائر والسعودية ومصر هكذا كان في الأجندة وإذا تذكر حمد بن خليفة الثاني سافر إلى الطائف والتقى بالأمير الراحل السلطان ووقع عقد شرف أن تترك العربية تناول قطر ومتترك قطر ذكر السعودية لأن أساس القطريون تبادل مصالح القطريون فتحوا خط على المعارضة السعودية وكان الشخص اسمه يبدأ بعين يوصل عشر ملايين دولار تقريبا إلى سعد الفقيه والمسعري وكان يقول لكان الشيخ حمد يطلب مني أن لا أنقلها مباشرة بالسيارة والقطار النفقي بل أنتقل من محطة إلى محطة من محطة إلى محطة خوفا من الرسل واستهداف السعودية في الواقع لم يلغى إنما أجل بطلب أمريكي لأن المعركة الآن مع السورية بسبب ما استجد في الانتصارات الأولى في جنوب لبنان عندما حدثت تلك الانتصارات الكبيرة وبدأت المقاومة تنتقل من مرحلة تضرب وتصفع وصارت تضرب وتضرب وتصفع وتصفع تغير القرار باستهداف سوريا لماذا؟ لأنها بيت القصيد فإذا يقسم ظهر سوريا ينتهي حزب الله تنتهي فصائل المقاومة الفلسطينية تنتهي إيران بالإنكفاء الجغرافي إلى دائرتها الجغرافية فجاء القرار للسعودية وليقطر بدرورة استجماع الجهد والقوى ضد سوريا ولذلك قبل بداية الحراك قبل بداية الحراك العربي نعم نعم واضح تم تعيين رؤسات حرير من الإخوان المسلمين السوريين وأنا تذكر كان لي دات يوم تدريب في سوريا قبل الحراك أيضا بالسنوات فكنت في مطار الدوحة وجاءت سيارة لموزين لاستقبالي في الأثناء قال المسؤول التشريفات تعفوا لا يوجد عندنا سيارة وإذا تنتظر قليلا تستبر يوجد ضيف خاص قادم من لندن يذهب معك إلى فندق الشيرتون فقلت له لا إشكال شرطا لا أتأخر لأنها أوقاتي دقيقة ومضبوطة إلى أقصى درجة بعد دقائق ركب معي سعد الدين البيانوني كان عندها المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا فهو رآني قال لأهلنا الدكتور يعرفوني كعلامي من خلال شاشة تله مرحبا خير يا سعد ماذا عندك في الدوحة؟ قال لي أنت تعلم أن أصار عند تجارة وشركات قلت له لكن على حد علم القطريون يستوردون السجادة وحتى من يغسل لهم أيديهم يستوردونه يعني ولا يصنعون شيئا ماذا يوجد غير الغاز والنفط فقال لي المهم تجارة عندك قلت له يبدو أن راحتها ستفوح قريبا نعم فإذا كانوا يحفرون ليس بتخطيط منهم هم لا يفهمون ولا يفقهون في حياتهم التحتية التحتية يفكر لهم للأسف البنغال والباكستانيون والهنود يعني هم الذين يطبخون لهم ويكنسون لهم في المجال الفوقي العقل الأمريكي والصهيوني ولذلك ما يؤسفني ويبكيني أن كل المؤامرات بما في ذلك المؤامرة على سوريا تتم بمال قطري لو صرف على بناء النهضة العربية لكفاها لو وزع توزيعا عادلا على كل فقراء العالم العربي لكفاهم ومن أجل هذا قلت إن العقل الاستراتيجي الأمريكي استغل العقل المنوي القطري والنتيجة ضياع أموال العرب والمسلمين حضرتك كاتب مقال والله العظيم سأكشف كل أسرار قطر وجزيرتها الشيطانية نعم أين تبدأت تكشفهم بشكل سريع والله يا سيدي بالمناسبة أنا كتبت سلسلة دراسات ومقالات بعنوال أحسنت صحيح نعم الآن أتكلم نعم مبدئيا الخداع الكبير عندما تأسست الجزيرة الذي دشن إقامتها ومرتن أندك مع شخص آخر شانتراس وهو يهودي هم كانوا من مدشني قناة الجزيرة كان السفير العبري ريفلي كانوا يقولون الممثل التجاري كان ما شاء الله دوحة تنتج بطاطا وموز وخيار وما إلى ذلك هم لا ينتج ممثل التجاري ما الذي يأخذه لتل أبيب هو دبلوماسي فوق العادة ومفوض من قبل الموساد بنسج العلاقات مع آل ثاني كان يسكن مع سامي حداد ومع أحمد منصور ومع فيصل القاسم هم لديهم فيلة من طابقين وهم لديهم فيلات من طابقين ولك مشاكل مع فيصل القاسم أنت كمان أنا والله كنت أشرف منه أنا دعوت وقلت له يا فيصل لا تتحامل على وطنك لا تتحامل على دولتك ماله آل ثاني لا يغنيك وقلت له إنه خاف على ابنتك برده أن لا يحافظ على كرامتها لأن آل ثاني خطفوا كل مديعات الجزيرة الأسف الشديد وناس يفكرون بالعقل المنوي كيف يحفظون الناموس كيف يحفظون الناموس ثم كيف يمكن أن نفرط في دولة يعود تاريخه إلى السومريين والبابليين يتعامل مع دولة أنشأتها بريطانيا حتى أن حمد بن نعجة بن جاسم آل ثاني عفوا يقول للدكتور بشار الجعفري حفظه الله وتحية له يقول له يا أخي لا تقول نحن قومنا بريطانيا نحن لا كنا مسالمين رأيت يا سيد رجل يبيع بهذه الطريقة ثم نعجبه وشعارها تعرمه وشعارها نعجة كيف تتكلم تقول باع باعة 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 من البيعة فهو باع كل شيء وانا كتبت قائلني الآن بحمد الله فهمت السر الخلاف بين حمد والدكتور العربي رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد قاله أنا نعجة فقلت له متى التقت النعجة بالأسد شتان بين الثرى والثريا أليس كذلك على كل حال يا سيدي هذه الجزيرة خلقوها للضحك على الرأي العام العربي وما زالوا يضحكون على العرب لكن في نهاية المطاف العبرة بمن انكشفت سوئتها انكشفت عورتها كثير من العمالقة من النجوم تركوها البعض التزم بالصمت لكن يحيى أبو زكري أقسم بالله أن يسقط الجزيرة وكر الشيطان ونعتبر أنها مصل الفتن ومصل الاضطرابات في الساحة العربية ساعة أدكدكها وأكشف أن هذا المصل ينفت سما زعافا لتدمير العالم العربي وعلى رأس هذا العالم السورية والدكتور بشار الأسد جننهم جعلهم الطاربين دخلوا في الهسترية يعني لكثرة اضطرابهم راحوا يبحثون عن زواجات حتى على قل ينتقمون من الواقع العربي المرير فالبعض بدأ يتخلى وأزيدك أنا جاءت الاتصالات من كثيرين أنه نرجوك أي بديل طبيعي يحفظ لنا نفس المستوى الذي كنا فيه والرواتب التي كنا فيها سوف نغادر الجغرافية التي تحوي أكبر قاعدتين عسكريتين لتدمير العالم العربي والكذب القطريون الذين كانوا أثناء الحرب الأمريكية على العراق الشقيق يتحدثون عن العروبة والمقاومة كل الترسان الأمريكية التي دمرت العراق انطلقت من قطر حتى أن حد الزملاء كتب لأمير قطر حمد بن خليفة الثاني قال له شكرا سمو الأمير شكرا لأنك دمرت بلدي شكرا لأن كل القطع الحربي العسكرية الأمريكية انطلقت من قطر والعجيب أنه وسط هذا التدمير للعالم العربي المنافق الكذاب يكذب ويقول قناة قناة الشارع العربي قناتك قناة العهر العربي قناتك قناة شمعون بيريز الذي زارك في الجزيرة وطلب أول ما دخل أن يذهب إلى الاستوديو الذي يديع برنامج الشريعة والحياة شريعة الموساد شريعة نتنياهو وهنا المصيبة الكبرى أن الإسلام خطفة من قبل عمائم نجسة أمثال يوسف القرضاوي فيه سؤال قادم لكن اسمح لي أن أسألك سؤال ونحن قادمون أيضا أكيد وعزرا للسؤال تفضل دكتور عزرا للمرة الثانية هل سنراك في المعسكر الشيطاني وعذرا لهذه السؤال البعض يعني بتعرف بسوريا تقدم الكثير وفجأة نراه في المقلب الآخر وعزرا للمرة الثانية الصديق نزار قباني يقول وهذا كأنه يصف سوريا سوريا العربية سوريا الصامدة سوريا التاريخ سوريا الدراما سوريا الشعر سوريا الحرف العربي سوريا الأنفوهان سوريا الكرامة سوريا الاكتفاء الداتي سوريا لا للإرادات الغربية سوريا التي تنتج خبزها وغداء وماء وزيتونها يقول فيها أنا جرح يمشي على قدميه وخيولي قد هدها الإعياء والحزن من زمان صديقي وقليل في عصرنا الأصدقاء أقولها لك بكل صراحة والله وانا كررت عذري والله لا 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 تعتدر من حقك لأن السوريا طعنت طعنت من قبل عزم بشارة العميل الذي كشفته أنا في كتابي المفكر الأجوف كشفته سنة 2007 وقامت الدنيا علي إن يحيى أبو زكريا يريد شهرة تعدل شهرة عزمي يحيى أبو زكريا يريد شهرة المقاومين لا شهرة العملاء يريد أن يفتخر بدمه وهو مسكوب على الأرض دفاعا عن الأرض العربية وليس بإنسان يعيش في الفنادق ومع الموساد عندما يدهب إلى تل أبيب يسأل عن ثلاث شخصيات سيد حسن نصر الله والدكتور بشار الأسد أبو حافظ وأحمد جبريل أبو جهاد شكرا